بعد قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير برفع سعر الفائدة بنحو 3% إلى جانب رفع سعري الفائدة على عائدي الإداع والإقراض توقع خبراء الاقتصاد بأن تسهم هذه القرارات في امتصاص الضغوط التضخمية بعدما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال الفترة الأخيرة إلى 21.5% أنا إما بجي أعزز الجنيه بتاعي من خلال استخدام أداة الفائدة وبالتالي هنا أنا بوجه جزء بير من الاستثمارات نحو الجنيه المصري وبوجه رسالة للي بيعملوا مدربات على الدولار لا هو سعر أو أداء العملة المحلية أنا بعززه برفع الفائدة وبالرغم من أن زيادة سعر الفائدة قد تزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فإنه سيدفع المواطنين إلى إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من الفائدة العالية ما يقلل من الطلب على السلع في الأسواق وبالتالي يزيد العرض وتنحفض قيمة الأسعار ما يؤدي بحسب خبراء إلى خفض معدلات التضخم أنا هنا بخلي العميل أو الشركة اللي بتنتج أو بتتعامل من خلال تمولات البنوك أن هي تبقى حاذرة شوية في موضوع التعامل معها من خلال رفع الفائدة وبالتالي حجم التمولات هيقل شوية وبالتالي أنا هنا بقلل حجم المعروض عشان الأزمة الموجودة هي أزمة في الطلب وبالتالي أنا بقلل الطلب من الجانب الآخر وهنا هيقودني أن أبتدي أقدر أقل المعدلات التضخم وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على إقراض مصر ثلاثة مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري تضمن التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن وخفض معدلات التضخم وهو ما تعمل الحكومة المصرية عليه في المرحلة الراهنة في ظل توقعات الخبراء بخفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار في المرحلة المقبلة قرارات اقتصادية تهدف بحسب خبراء إلى كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي عانى منه المواطنون إلى جانب مجابهة السوق السوداء المضاربة على الدولار إجراءات تهدف بحسب الحكومة المصرية إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي خالد بارب القاهرة الميادين